القرآن حياتنا شعار مسابقة قرآنية رعتها مؤسسة إرادة بتنظيم من فوج كشاف حي الأندلس المسابقة انطلقت في السادس من رمضان واستمرت على مدى ستة أيام لتختتم الجمعة السابع عشر من هذا الشهر الجميع المتصابقين من عدة مناطق من مناطق ليبيا أكثر من 35 إلى 37 منطقة عدد مشاركين يفوق 250 متصابق من جميع ربوع ليبيا الحبيبة اليوم نتمنى التوفيق لكل المشاركين إن شاء الله وقد ازدانت خشبة مسرح كشاف طرابلس بالمتصابقين الذين فاق عددهم 250 مشاركا يمثلون مختلف المدن والمناطق الليبية المسابقة شنفت آذان الحضور بآيات من الذكر الحكيم وقراءات عذبة ندية من الطلبة المشاركين في الترتيل والخطابة هذه ليست المرة الأولى من نوعها في التنظيم لكن المنظمين يأملون أن تعود بالفائدة الكبرى على من يحملون كتاب الله عز وجل وأن تسهم في الإقبال على حمل كتاب الله وتدبره من لدن الأجيال القادمة ترجمة نانسي قنقر